لقت المرحلة الأولى من الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل إقبالاً وتفاعلاً من قبل الباحثين عن عمل وتعاوناً متبادلاً بين الجانبين الحكومي والخاص وأكد مسؤولون بعدد من المؤسسات العاملة على تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية أنه مع مباشرة الآلاف من الشباب العماني لأعمالهم في مؤسسات القطاع الخاص أن هناك فرصاً أخرى عديدة للعمل تتوفر في مختلف القطاعات ويتتزايد مع نمو واضح في المشاريع الاستثمارية التي يمكنها استيعاب أعداد أكبر من العمانيين وبرامج الإحلال هذا وأكدت وزارة القوى العاملة أن الحكومة ماضية في توفير فرص العمل التي أقرت وفقاً للخطة التي يجري تنفيذها حالياً لاستيعاب الباحثين عن عمل بمختلف الفرص المتاحة في القطاع الخاص مشهدة بمتابعة واهتمام كافة المواطنين بسير عملية التوظيف داعية للباحثين عن عمل إلى اغتنام الفرص الوظيفية المعروضة بما يحقق لهم تطلعاتهم وطموحاتهم في توفير حياة طيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر